بسم الله الرحمن الرحيم الزملاء العزاء السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفل حالياً بالأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات وهو حملة عالمية سنوية تقودها منظمة الصحة العالمية لزيارة الوعي وتشقيع راسمية السياسات وأرباب المهن الصحية والزراعية وعامة الناس على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات إن مستويات مقاومة مضادات الميكروبات تشهد تزايداً خطيراً في جميع أنحاء العالم مما يؤثر سلباً على فعالية علاقة الأمراض المعدية والسارية ويؤدي ذلك إلى إطالة مدة المرض والعلاج وزيارة العبء الملقى على عاتق نظم الرعاية الصحية وأفراد المجتمع بل وتهديد ما حققه الطب الحديث من إنجازات وترجع مقاومة الميكروبات للأدوية إلى عدة أسباب عبرزها الاستخدام غير الضروري وغير المناسب للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات كما أن عدم كفاءة برامج الوقاية من العدوى ونظم الأصحاح البيئي وعدم الاهتمام بإقراءات النظافة العامة يسهمان في سرعة انتشار هذه الميكروبات المقاومة في المرافق الصحية والمجتمعات وتشير نظم الترصد إلى ارتفاع كبير في معدل مقاومة بعض أنواع البكتيريا للخط الدفاعي الأخير من المضادات الحيوية في بلدان إقليمنا ويتراوح هذا المعدل بين 50 إلى 90% داخل المرافق الصحية مما يؤدي إلى زيارة معدل الوفيات بهذه البكتيريا وزيارة مقاومة الميكروبات للأدوية ليست مشكلة واقع الإنسان فحسب بل هي أيضا مصدر قلق بالغ في مجال صحة الحيوان والزراعة وهذا ما حدا بمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغضية والزراعة الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تشكيل تعاون موسع باسم نهج الصحة الواحدة للتصدي معا لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ويمثل التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات أولوية قصوى لمنظمة الصحة العالمية وجزءا هاما من خططها واستراتيجيتها لذلك فإنني أحث جميع البلدان في إقليمنا وجميع العاملين في الرعاية الصحية وعامة الناس ووسائل الإعلام على الانضمام إلى حملة الأسبوع العالمي للتوعية بالشأن مضادات الميكروبات لهذا العام في إطار رؤيتنا الأقليمية الصحة للجميع وبالجميع فلنتحد جميعا للحفاظ على مضادات الميكروبات والتعامل معها بعناية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر